وبركاته متتبعي وزوار قناة أخبار تربيه والتعليم بالمغرف في هذا الفيديو الجديد إذن كما رأينا في هذه الأيام الماضية فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطة للجماعي المعروف اختصارا بالكنوبس أعلن أنه سيكون ابتداء من تاريخ ثلاثة منبير من الشهر المقبل تحين للموقع والخدمات التي يقدمها ولهذا المعطى فإنه يدعو جميع المخريطين إلى تأكيد أو تغيير العنوان الذي تسجل به أول مرة في هذا الصندوق طبعا سنتعلم في هذا الفيديو كيفية القيام بهذه الطريقة ولكن مع ذلك رأينا أن بجموعة من المتتبعين انتقدوا هذه الخطوة على اعتبار أن القن السري الذي لن يصبح صالحا بعد تاريخ ثلاثة منبير هو الآن يشتغل وبكفاءة عالية ويتساءلون عن السبب أو الأسباب التي جعلت الكنوبس تقرر أن تقوم بهذه الخطوة طبعا هي ذكرت في ما يروج على أنه في إطار تبسط المساطر ولكن لم يظهر إلى حد الآن مدعي لذلك وتبقى فيعلان هذه الإجراءات الضرورية لكي يتمكن أي منخريط من تتبع الملفات الخاصة به أو المعلومات التي يريد أن يستخرجها من خلال قاعدة بيانات موقع الكنوبس إذن أول شيء ندخل على جوجل من خلال الهاتف طبعا كما ترون هذه الثلاث مقاط في أعلى الشاشة على اليمين نضغط عليها ونقوم بتغيير الاختيار إلى version.ordinator سوف نقوم الآن بالبحث على الكنوبس إذن كما ترون ندخل على الموقع الأول ثم بعد ذلك نضغط على هذه الآيقون الخضراء في أعلى الشاشة على اليمين Service Online التي بها زر الماوس ثم بعد ذلك هنا يأخذنا إلى بوابة أخرى يطلب مننا تسجيل الدخول سنسجل الدخول طبعا ونضغط فاليد إذن كما ترون أول ما يطارعونه بعد سجيل الدخول هو هذه الرسالة والتي يوجهها الموقع وفيها أهم أو إخبارها ابتداء من تاريخ ثلاثة نوانبير المقبل لن يكون بإمكانكم استعمال رمزكم السري الحالي وسيمنحكم صندوق رمز سري جديد يمكنكم من استفادة من خدامات تفاعلية جديدة على الموقع الإلكتروني وسيرسل صندوق لكم الرمز السري الجديد على عنوانكم البريدي المصرح به لدى مصالحنا ولضماني توصلكم بهذا الرمز يرجى تأكيد صحة عنوانكم إذن كما ترون هنا عنوان خاص به إذن ستجدون العناويل الخاصة بكم في هذه المنطقة إذا لدينا اختيار بالأخضر أؤكد صحة عنواني البريدي الذي قمت به تسجيل أول مرة أو إذا كان الإنسان قد غير معقر سكناه فإنه ينبغي أن يقوم بتحيين العنوان الجديد بالضغط على العنوان غير صحيح طبعا أنا عنواني صحيح ولكن سأختار من أجل الشرح فقط أن العنوان غير صحيح سيأخذنا إلى نافذة أخرى وهو أنه يعطينا إمكانية تحميل الاستمارة طبعا كل من سيغير عنوانه سيكون مطالبا بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وبنسخة كذلك من بطاقة الانخراط لدى الكنوب ثم بهذا الاستمارة إذن سنقوم بالضغط على تحميل الاستمارة وسنحمل هذا الاستمارة سنقوم بفتح الاستمارة كي نرى ما يوجد فيها إذن الاستمارة كما ترون فيها الإسم الشخصي والعائلين المؤمن فيها رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم السجيل ثم العنوان الجديد وتديل بتوقيع المعني بالأمر وتسلم طبعا مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من بطاقة السجيل إلى التعاضدية أو إلى المركز الجهوي للتعاضدية إذن هذا هو كان شرح هذا الفيديو إذن لا تنسوا دعمنا باشتراك وتفعيل زر الجرس ليسلكم كل جديد ونلقاكم في فيديو آخر بحول الله وقوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا